إذا راكم حابين تغيروا على وصفات البوريك جربوا هذه الوصفة تعسن بوصا ليجي مقرم شام نبلة خفيفة وزيد بوحد الحشو بزيف بنين طريقة تحضيرتها مكنش أسهل منها قولوا بسم الله من دو بلاجينا هنا كانوا عندي ثلاث كيسين تالفيريناس تلومت وجمارف كبارتها الزبدة و بديت ندخل فيهم بأصابع اليد حتى تحصل على هذا القوام الرملي من بعد رايحا زيت ثمارف كبارتها الزيت مغورفا ياخد ناتروغ زيت أيضا الملح ورشة تخيميرا كيميائيا ولميت تحضيرتها بالمادة فيه من بعد والتي تعجنتها قسمتها الزوش قطة وخليطها تريح مدة ساعة في الوقت لنذير الحشو هناك نعمدي الجوب نزيت له زيتون أخضر كميام لحتاج المعدنوس وأكيد يعني السر الحشو هو طن ريكامار بالزيت درس هذه العلبة كامي لو كما راكم تشوفوا جي قطعة كبارس ما راح يزيدنا بنا لهذا الحشو الحشو تعيره هو جايز نعود نولي لاجينا لخليطها تريح على الأقل مدة ساعة وعلى قد ما يكون عندكم وقت خليطها تريح أحسن وأحسن من بعد استرفيك من الوص وصفه هو أنكم تحلوا العجيناتكم بزيف رقيقة وتحطوا الحشو وتحطوا المداريلة تديروا الماء في الأطراف وتتسكروا عليها مليح بش ما يخرج للكمش هذك الحشو من بعد تقليوها يعني كما قلت للكم السر كامل أن العجينات تكون رقيقة بش ما بعدها كي تقليوها تنبل معاكم ومجيكم شمع الجنة حتى نسدينا لون ذهبية والوصفة راهي جاهزة أنا نقول لكم خلي واحدة نص ساعة لأخرى قبل الآذين وديروها بش توكلوها سخونة وديكم قرمشة وبزيف خفيفة